سعدنا 11 مركز بعد وصلنا للقاء النهائي فيه بطولة أفريقيا أو بطولة كأس الأمم الأفريقية كمان كنا أصحاب المركز الرابع عربيا بقينا الثاني عربيا خلف المغرب كنا أصحاب التصنيف السادس أفريقيا سعدنا إلى المركز الرابع كل الكلام ده نستفيد منه إيه؟ إن إحنا طلعنا نقطة كبيرة أو طلعنا خطوة كبيرة جدا لقدام ونستفيد من الكلام ده إن فكرة التصنيف بالتأكيد هي مهمة بالتأكيد ليها عامل كبير جدا ولكن في الآخر أدائك في أرض الملعب والجهد والعرق اللي أنت بتبذله في أرض الملعب هو المعيار الأساسي والأول كنا كلنا بنتكلم قبل كأس الأمم الأفريقية هنلعب مين وإحنا في التصنيف الثاني وإحنا والقصة والموضوع وفي الآخر شفنا إن إحنا رحنا كأس الأمم الأفريقية كسبنا منتخبات مصنفة في تصنيف أعلى مننا وتسبقنا في التصنيف ولعبناهم وكسدناهم عادي جدا لعبنا السنغال اللي هي صاحبة التصنيف الأقوى والأول في أفريقيا في مطش النهائي فقصة آه تصنيف مهم ولكنه بالتأكيد ليس الأهم بالتأكيد إحنا عندنا روح وقلب ودايما بقول إن روح وقلب وشخصية منتخب مصر إذا حضرت الجميع يتضاقل وكل التحديات وكل المشاكل والصعوبات اللي ممكن تواجهها بتتضاقل دايما روح وشخصية منتخب مصر وعادة أو في كل حتة في الدنيا سأل منتخب مصر أو غير منتخب مصر روح وقلب اللعيبة في أرض الملعب بتذلل أي فورق فنية وده إحنا شفنا مع منتخب مصر على مدار التاريخ في تفاصيل كتيرة جدا إزاي إنت ممكن تكون مش صاحب التصنيف الأعلى بس أدائك وجهدك وروحك في الملعب وقتالك في الملعب ده بيكون دايما للأفضلية إن هو يميزك عن أي فرقة بتقابلها إذا حضرت شخصية وروح منتخب مصر الجميع يتضاقل نروح لنقطة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها مع حضراتك وخاصة بجهازنا الفني لمنتخبنا الوطني الأول منتخب مصر بقيدة كارلوس كيروش على مدار الأيام اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر